السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبة عاملين ايه النهاردة معانا وصفة جميلة جدا وان شاء الله هتنجح معاك مليون في المية اتبع الخطوات وشوف المقادير بالزبط وان شاء الله هيتلع معاك احلى كوب كيك هنعمله النهاردة بالشوكلة شيبس حاجة كده هتنجح معاك ان شاء الله من اول مرة اول حاجة معانا المقادير بتاعتنا كوبايتين من الدقيق منخولين طبعا معانا كسين من الفانيليا معلقة كبيرة من البيكنج بودر معلقة خل بطين كوباية اللي ربع حليب وكوباية اللي ربع زيت وكوباية اللي ربع سكر مقادير سهلة جدا وان شاء الله هتقطع معاك كمية كبيرة هنعمله النهاردة في الخلاط اول حاجة هنحط المقادير السائلة عشان الخلاط بتاعنا ضيفنا الحليب وحطينا عليه الزيت وبعد كده نزلنا بالبطين هننزل عليهم طبعا بكسين الفانيليا ومعلقة من الخل ومعلقة الخل دي مهمة جدا بعد كده اخر حاجة ضفناها كوباية اللي ربع من السكر بالشكل ده هنقفل الخلاط بتاعنا ونضربهم دربة كويسة جدا لحد ما الخليط يبقى قوامه كريمي هننزل بيه في البولة بتاعتنا ومشان نخلي اي حاجة في الخلاط بالشكل ده عشان المقادير مهمة جدا معينا معانا بعد كده الدقيق طبعا معانا كوبايتين من الدقيق اهم حاجة نفس الكوباية تستخدمها في كل المقادير نزلنا عليهم بمعلقة كبيرة من البيكينج بودر وزرة من الملح اساسي معانا قلبنا الخليط الجاف كله مع بعضه وبعد كده هنضيف بقى الدقيق بتاعنا على الخليط السائل هنجيب بقى كده مضرب يدوي او شوكة او اي حاجة متوفرة عندك حاجة سهلة وبسيطة جدا ابتدينا نقلب واهم حاجة في نجاح اللي كوبكيت التقليب يبقى في اتجاه واحد يعني ما تفضليش راحة جاية يمين وشمال لا هتفضلي في اتجاه واحد لحد ما يكتف الدقيق هتنزل بقية الدقيق على دفعات لحد ايه القوام كله ما يتجنس مع بعضه بالشكل ده خلص فاضل حبة كمان من الدقيق هنبتدي نضيفهم وبكده يبقى الخليط ايه جاهز معنا اهم حاجة تتأكدين ان الخليط بتاعي الدقيق اه يعني اختلط كله كويس مع الخليط السائل بالشكل ده ضربناه ضربة حلوة جدا اثناء الفترة دي طبعا مولعين الفرن بتاعنا ومسخنينه كويس جدا وهو قللك تركيا هتخلي الكوبكيك بتاعك يرتفع ويطلع ناجح زي بتاع المحلات بالزبط اهو بالشكل ده بنقلب في اتجاه واحد خلص كده المضرب عمل المهمة بتاعته هنبتدي لازم بقى نقلب الخليط ده بسباتيولة او بمعلاقة حتى مفيش اي مشكلة بحيث نضمن ان مفيش فقاع البولة بتاعتنا دي ايه؟ يبقى كل الخليط امتزك كويس جدا مع بعضه وده برضه من عوامل نجاح الكوبكيك او اي كيك عادية كمان اهو قلبنا الخليط كويس جدا الخليط ده كمان ينفع تعمليه فصانية مفيش اي مشكلة زي ما انت عايز معانا بقى شوكلة شيبس طبعا عشان الولاد بيحبوه والكبار كمان بيحبوه هم والصغيرين يعني مفيش ايه مفر من الموضوع ده كل الناس بتحب الشوكولات ابتدينا اضيفنا كده حوالي 3 معالي وده يرجع لرغبتك عايزة تسيبيها فانيليا بس مفيش اي مشكلة لو متوفر عندك حطي هيبقى طعمه حلوي جدا حسيت كده ان مقدار الشوكلة شيبس بتاعنا قليل شوية فهضيف معلقتين كمان اهو بالشكل ده ممكن كمان ما اضيفيش في قلب الخليط من جوه واضيف من بره زي ما هنعمل دلوقتي مجرد بس ان هو يديكي شكل حلو جدا اه من بره الكوب كيك خلاص امتزج الخليج كويس جدا معنا هنبتزي نجيب حاجة كده لها بوز بحيث يسهل عملينا عملية صب الكوب كيك في الاولب بتاعتنا اهو بالشكل ده مليناها طبعا هنرجع نكمل المقدار عشان ايه الحاجة بتاعتنا دي صغيرة فمخدتش الكمية كلها جبنا بقى قلب الكوب كيك وحطينا فيه الورق بتاع الكوب كيك لو متوفر برضو عندك لو مش متوفر ايه البديل هتمسح قلب الكوب كيك بمسحة بسيطة من الزيت ورشة كمان من الدقيق وكده يبقى جاهز معيك وهيطلع زي الفل ابتدنا بقى نصب الخليط بصوا بقى بمنتهى النظافة كده عشان ايه ليها بوز بتسهل معنا جدا عملية صب الخليط اهو بالشكل ده مش هتمليها خالص لا هتمليها حوالي 3 تربحة بس هي لسه ما شاء الله هتزيد وترتفع وبصوا هتبقى زي بتاعك بره بالظبط اللي ارتفع بتاعها لان فيه كوب كيك ممكن تعمليه اه هيرتفع شوية بس مش هيعلى العلو ده هقولك دلوقتي السر اللي هيخليه يعلى معاك كده خلص ابتدنا نكمل بقية الصينية بتاعتنا بالشكل ده هنرجع نملى الحاجة بتاعتنا اللي هي ليها بوز دي ونرجع نكمل الصينية بالشكل ده معانا كمان جبنا كده تجنين صغيرين فاض معانا كده كمية مسحناها بمسحة بسيطة من الزيت ما تخافيش مش هيلزق معاك ولا حيج اهو بالشكل ده ضيفنا المقدار اللي فضل معانا هيطلعوا جمال جدا هنشوف شكلهم في الاخر خلاص الفرن جاهز معانا وسخت بالشكل ده اهم حاجة بقى مولعين الفرن بتاعنا مزبطة طبعا على درجة حرارة متوسطة على الرف اللي في النص وفي نفس الوقت مولعين الشوية كمان وده سبب ارتفاع الكوب كيك بتاعك بالصورة اللي احنا هنشوفها مش مجرد ان هو يعلى شوية وبس لأ مجرد ان هو يرتفع كده ويبقى ليه بوز هرمي بالشكل ده زي المحلات بالزبط انك توليه عليه من تحت ومن فوق طبعا الشوية على اقل حاجة يعني اهدى حاجة طب لو مفيش شوية هنعمل ايه؟ هنولع المروحة لو مفيش مروحة ومفيش شوية هتوليه على درجة حرارة هادية وان شاء الله هيطلع معاكي ناجح جدا حطينا كمان شوكلة شيبس كده من فوق الوش وهنشوف لما تخرج ما شاء الله بصوا بقى الارتفاع اللي بقولكو عليه زي المحلات واحسن كمان وصفة جميلة جدا طالع معانا هش واسفنجي وطري جدا وطعمه ورحته في منتهى الروعة والجمال وصفة نجحة اهم حاجة تابع الخطوات اللي قلتها لك واهم حاجة انه يطلع قابب كده وليه بوز انك تولع الشوية في نفس الوقت مع ايه مع اللي من تحت يبقى تحت وفوق مولعين مع بعض وان شاء الله هيطلع معاكي كوب كيك او كيك لو حطيه في الصينية جميل جدا بصوا هش وطري جدا ان شاء الله زي القطن بالزبط وصفة نجحة اتمنى تجربيها وان عجبتك الوصفة بقى ما تنسيش لايك وشير وصفة اسكريب لكركدي وطمرين دي عشان عالتنا تكبر بيكو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة